بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطهرين مرحبا بكم أيها الإخوة الأحب والأفاضل في فيديو جديد في حصة جديدة هي حصة العلاقات المعنوية هذا الدرس يا جمعة الخير واحد من الدروس المهمة جداً اللي تجي في البرنامج من بين أسئلة هذا الدرس قادر يساق سيك هل يمكن التقديم والتأخير في النص إحنا رح ناخده الباك اللي يجا فيه هذا السؤال على سبيل المثال رح نجيبه السؤال جفي باك 2012 و13 أدب وفلسفة قال لك هل يمكن التقديم والتأخير في النص سؤال هل يمكن التقديم والتأخير في الأبيات من واحد إلى خمسة في الأبيات من واحد إلى خمسة هنا هذا سؤال باكالوريا واضح صح في 2017 علوم سؤال هو يشبه له صح ليس هو قال لك سؤال آخر ما العلاقة سؤال مباشر ما العلاقة المعنوية التي تحكم تحكم أجزاء النص السؤال الثاني أوضح من الأول لأن السؤال الأول يقول لك هل يمكن التقديم والتأخير تدقون نعم أم لا السؤال الثاني ما العلاقة المعنوية سؤال مباشر ولكن للأسف الناس يعرفوا السؤال الأول وما يعرفوش السؤال الثالي هو عارف يقولوا أسكو نقدر نقدم ونأخر في الأبيات يختل المعنى أم لا يختل أسكو أدرك أحنا ، ويكون قدر نقدر نقدمو jungle ونأخر ونحث 집에 سوف أو ولكن لنزيد أبيات وأكثر فقط لنقدر ، نعم نحن عدنا ن情alin ثلاث احتمالي استملة يا جماعة نعدنا ثلاث احتمالات الاحتمال الأول أننا نقدر نقدر نقدم وأخر الاحتمال الثاني أننا لم نقدر القدمون أخر والاحتمال الثالث يعني خاطئهم 2 نحن لاحتمال الأول الإجابة الأولى ، نظر نقول العلاقة التي تحكم أجزاء النص ماذا؟ في الاولى سوف نقول وحدة البيت وحدة البيت هذه سوف يقول لي ما العلاقة المعنوية التي تحكم أجزاء النص؟ سوف نقول العلاقة هي وحدة البيت سوف يقول لي علّل لأنني لازم نعلل رح نقول له لأن النص وله لأن يمكن التقديم والتأخير شوف معايا يمكن التقديم والتأخير ها فكل بيت مستقل معنى الأبيات رأي مستقلة على بعضها فكل بيت مستقل بمعنى صح هذه أين أجدها أين أين وين هذه وين نقدر نجاوب هذا الجواب نقدر نجاوب هذا الجواب في شعر المنفع عند الأدبيين نقدر نجاوب هذا الجواب في شعر الزهد مشترك بين الأدبين والعلمين نقدر نجاوب هذا الجواب في شعر التعليم أين نطر عليك سؤال بشوية يقول قائل ذلك السؤال هذا وهذا وش هو الفرق بينك مركز معي إذا قال لك هل يمكن تقديم والتأخير تقول له يمكن التقديم والتأخير فكل بيت مستقل بمعنى إذا قال لك علل ركز معين تعلل بهذه وتقول له لأن العلاقة هي وحدة البيت إذا قال لك ما العلاقة المعنوية تقول له العلاقة هي وحدة البيت إذا قال لك علل تقول له يمكن التقديم والتأخير صفي هذه نعللها بهذه وهذه نعللها بهذه نعود بشوية هل يمكن تقديم والتأخير في الأبيات نعم يمكن تقديم والتأخير في الأبيات في البيت فكل بيت مستقبل بمعنى علل لأن العلاقة هي وحدة البيت السؤال آخر ما العلاقة المعنوية التي تأكد أجزاء النص العلاقة هي علل لأنه يمكن التقديم والتأخير العضوية راح يقول لك علل هذي وين نلقاها وكيفاش نعللها واش معلها الوحدة العضوية اصلا تكون القصيدة مثل اعضاء جسم الانسان المتماسكة ما تقدرش تنحيي تقديرها في بلاست راسك وراسك يعود منه ما تسلعش اذا هنا اذا غيرنا اي شي يحدود خلال في الناس احنا واش نقوله لا يمكن قبل اقليلش قلنا قلنا يمكن لا يمكن اه التقديم اه والتأخير علاش فالقصيدة واش بيها متماسك فالقصيدة متماسكة اين اجدها هذي وين نلقاها وقتاش نجاوب هذا الجواب هذي وين نلقاها هذي نلقاها في الشعر المهجري اللي هو الرومانسي المهجري هو الرومانسي باش نتفقه والشعر الحر أركز معاها نطرع لك السؤال اول ما العلاقة المعنوية التي تحكم اجزاء نص لا يمكن التقديم والتأخير لا يمكن التقديم والتأخير علل لان العلاقة هي الوحدة العضوي إذن نعلمها بها 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 احباب ما خلطها الكمش ما نقول لكمش على الشعر ما خلطها الكمش لانا نلقوها في اي قصيدة تتحدث على موضوع واحد بسح ما يهمناش حنا نقول لكم لان النص لوحدة الموضعية وش نقوله لان النص يتحدث على ماذا على موضوع واحد على موضوع واحد اهمنين من البداية الى النهاية لان نعاود بشويه لو كاني سقسيني ما العلاقة المعنوية التي تحكم عجزة انا سنقوله العلاقة هي الوحدة الموضوعية وكان يقول لي علل وش نقوله لان النص يتحدث على موضوع واحد وهذا موضوعيا النص يتحدث على موضوع واحد اين اجدوها هاي دركو احنا وننلقوها فالمقال المقال يتكلم على موضوع واحد ونلقوه في النظر العلمي المتأدي بصح ركز معايا احنا رانا قلنا بلي كائنة في الشعر ثاني في بعض انواع الشعر بصح انا منقول لكم مش عليها باش ما تتشوشوش ايا نطرح سؤال مرة اخرى لو كان يسقسيني ما العلاقة المعنوية التي تحكم اجزاء النص في الشعر المنفى انت تقولي العلاقة هي وحدة البيت رح نقول لك على الليل تقول لي انه يمكن التقديم والتأخير عادي نعكس لك السؤال هل يمكن التقديم والتأخير تتقولي نعم يمكن التقديم والتأخير نقول لك علاش تقول لي لان العلاقة هي وحدة البيت صح رك روحت للشعر المهجر ايدي ابو ماضي وجمع قال لك ما العلاقة المعنوية التي تحكم اجزاء النص تقول له الوحدة العضوية قال لك علل تقول له لا يمكن تقديم والتأخير اعكس لك السؤال قال لك هل يمكن تقديم والتأخير تقول له لا يمكن تقديم والتأخير قال لك علل تقول له لان العلاقة هي وحدة العضوية هنا قال لك ما العلاقة وغيروا ذلك وغيروا ذلك وغيروا ذلك أرواح نديروا مثلا نحن نديروا تست تبع معي القصيدة التالية يقول الشعب اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الحق وجارب من هزل واتق الله واطلب اسمع اطلب اطرح أنا كتبت لكم الكلمة الأولى في كل بيت نقرأ لكم القصيدة يقول الشعر اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الحق وجانب من هزل واتق الله فتقوى الله ما جاو رتق البمر إن إلا وصل أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير عن أهل الكسل وطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفر اللهم صلي على الحبيب على هناك كتبت الأبيض الأولى باش ننتج تشفى شوفوني منين راح نبدأ وشوفوا المعنى يختل أو لا يختل أسكو المعنى يفزد ولا لا لا يقول شعر أي بني يسمع وصايا جمعت تبع الأبيض بطع فران حكما خصت بها خير الملل اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل وطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب أمرئ إلا وصل واطلب العلم ولا تكسل فما هل يختل المعنى؟ لم يختل المعنى إذن إذا قدرنا نقدم ونأخر وش سمها هذه الوحدة؟ وحدة البيت ولا الوحدة العضوية وين نقدر نقدم ونأخر في وحدة البيت قدرنا نقدم ونأخر أرواح ونحكي لكم وحدة الحكاية ونحكي لكم وحدة الحكاية يا جمعة الخير كينة وحدة الشجرة هي شجرة التين عاوديش إسمها شجرة يا جماعة؟ شجرة التين اللي نحنا نقولولها الكرموس أو نقولولها الكارتوس أو نقولولها البخصيص كل ولاية وش يقولون هذه الشجرة التين كنت عايشة في بستان لبس عليها آلاز جهى الوسوس وأنتم تعلمون أن آفة الإنسان هي الوسوس أما لا هذه الشجرة وش قالت؟ قالت أنا علاش راني عايشة وعلاش راني نمد في الثمار ونمد في الظل وأنا لا أستفيد من ذلك أنا أدرك أنا يجينا الظل والثمر يبديه الإنسان ويده الحيوانة بصحة أنا مش نستفيد أما لا قالت باللي العام الجاي والله ما يزيدوا يضوبوها ولا يزيدوا يشوفوها حلفت ونحولوا هذه القصة إلى شعر وفهم معي وتينة يعني وشجرة تين غضة الأفنان باسقة غضة الأفنان يعني طرية شابة للسعجية للدنيا باسقة يعني في مستوى ممتاز قالت لأطرابها قالت لصحاباتها والصيف يحتضر في نهاية فصل الصيف لأحبسن على نفسي عوارفها من زيد المدوال فلا يبين لها في غيرها أثر كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتها وليس لي بل لغير الظل والثمر جاء الربيع واخضرت بحلته وازينت بالسندس الشجر وظلت التينة الحنقاء عارية على بقات عارية على ما درج أورق لأنها حلفت العملفات حلفت كأنها وتد في الأرض أو حجر فلم يطق صاحب البستان رؤيتها شاف هكذا الديرونجة نحها فاجتثها فهوت في النار تستعر من ليس يسخ بما تجود الحياة به فهو أحمق بالحرص ينتحر نطرع لك سؤال أسكو في هذه القصة التي أعطيتها لك تقدر تقدمه الأخر؟ أكيد لا لأنك لو كان تقدم حدث على حدث هنا يختل معنى القصيرة وبالتالي وينها اللي ما نقدرش قد من أخره فيها هل يمكن تقدمه أن تأخير؟ لا يمكن لماذا؟ لأن العلاقة الوحدة العضوية إذن يا جماعة الخير الأساس أنك تعود عارف وين رأك متفقين ولا أنا؟ شعر المنفى برك فيه بروبلام أحمد شوقي في أغلب الأحيان عنده الوحدة المضوعية والبرودي في أغلب أحيان عنده وحدة البيت الإجابة في ورقة الإجابة كما رأي قلت لكم سابقا بقتلني يا جماعة حاجة وحدة فقط نديرها بعد الفاصل هي علاقة البيت الأول بالأخير لماذا أنا لا أدرتها هنا يا؟ بسكو هذا السؤال لا يوجد علاقة بالدرس تانا هو سؤال آخر ولكن لا أدرته هنا خايف ويتخلط مع الدرس نلتقي بعد الفاصل نواصل العمل يا جماعة الآن عندنا علاقة البيت الأول والأخير أبيان علاقة العبارة الأولى بالأخير نحن عدنا نحن عدنا يا إما بيت يا إما عبارة لأن مسألة العبارة هذه طرحت في باكالوريا 2020 علوم على نجات هذه البيت الأول بالأخير طرحه سنة 2010 أدب وفلسفة وطرحه سنة 2008 أدب وفلسفة يا جماعة أنا عندي علاقة واحدة اللي هي علاقة ترابط وتكامل معناها البيت الأول والأخير يكملوا بعضهم مترابطين واحد يعون واحد أنت نبعد توضيحك في جدير أنت تقول لأن البيت الأول سبب والأخير نتيجة له أبياني أن البيت الأول سؤال والأخير جوابون له أبياني أن البيت الأول شرط والأخير جواب شرطين له وركز معي نحن وش عدنا عدنا العلاقة هي علاقة واحدة فقط هل نركز التوضيح لا لا عدنا توضيحات مختلفة نعطيك مثال وركز معي يقول الشاعر الشاعر ماذا يقول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني القلال إذن هنا واضح أنه كين سؤال إذن العلاقة بين البيت الأول والأخير هي علاقة ترابط وتكامل حيث أن البيت الأول سؤال والأخير جوابون له مثال آخر تقول الشاعر على سبيل المثال أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الميلة أطلو بالعين ولا تكسل فما أبعد الخير عن أهلي الكسل تتقول لي العلاقة ما كانش هنا سؤال ما كانش أدد شرط تتقول لي علاقة ترابط وتكامل لأن البيت الأول سبب والأخير نتيجة له جماعة الخير نذكر إذا قال لك العلاقة بين البيت الأول والأخير نذكر أن العلاقة هي علاقة بيتين ما هيش علاقة النص لو كان يقول لك ما علاقة أبيات النص هنا مبعدة للوحدة العضوية ولا وحدة البيت التي ذكرناها قبل قليل أما بيتين اثنين بو مهمش يكونوا الأول الأخير قادر يكون الرابع والخامس السادس والسبع مباشرة عندي جواب واحد هو علاقة ترابط وتكامل عندي توضيحات مختلفة جمعة الخير نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة أتمنى لكم حظا موفقا تحياتي لكم جميعا سنة